السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لاك الفيديو واذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس الي هم جاب لكم شرحة كيفية قفل محادثات تليجرام على هاتف اندرويد الطريقة جدا سهل اذا عندك ايفون ادخل في التسكريبشن الشرح في التسكريبشن اما اندرويد اشرح في الفيديو كيف الطريقة جدا سهل اضغط على هذا العلامة ايقون الهامبرغرد او الثلاث خطوط الآن اضغط على ايدادات بعد او ثانيا تظهر هنا يسمي الخصوصية والامان الآن تزهر على رمز قفل اضغط عليها الآن تزهر على التمكين الآن قد من اربعور عمل ادخل او ثانيا ايضا حسنا واحد واحد او او اوي او اول واحد او او افاي او اثنى Well over 1 تضبط بما يناسبك مثلا القفل تلقائك بعد كم دقيقة عندك هني التغيير عندك خيارات أخرى خلاص الحين إذا تخرج من تطبيق تفتح التطبيق مرة ثانية تلقيران رح بتحسل علامة هني فيه علامة قفل تضغط عليها رح ينقفل خلاص الحين التطبيق مغلق لو تخرج من تطبيق تفتح التطبيق رح بتحسل علامة قفل لازم تحط بصمة أو تحط الرمز ألغاء تضغط على ألغاء تحط الرمز الخاص بك مباشرة رح يفتح أو مثلا تحط البصمة شوفوا لاحظوا أو شيء أقفل أضغط على هذا الزر رح ينقفل الحين لو أخرج لو حط البصمة رح يفتح شوفوا عندك تقدر تفتح بصمة وتقدر تفتح بالرمز وبس هذا هو طريقة قفل تليجرام بطريقة جدا سهل تقدر تزيد الوقت بما يناسبك يعني قفل التلقائي تقل الوقت يعني بعد دقيقة يقبل تلقائي أو تضغط على هذا الزر مباشرة رح ينقفل وبس هذا هو المقطع اضغط لاك الفيديو إذا لم تكن اشترك في القناة اشترك في القناة وفع الزر بسم الله السلام اشترك في القناة